يبدو أن طهران التي تتكئ على ما تعتبره تقدماً في ملفها النووي مع الغرب بدأت تستعجل جني القطاف تصريحات مسؤوليها على الأقل تعكس ذلك فمستشار الرئيس الإيراني يطالعنا بتصريح ناري يعتبر فيه بغداد عاصمة الإمبراطورية الإيرانية إيران اليوم أصبحت إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما في الماضي لربما يرى مراقب أن مكان التصريحات وهو منتدى الهوية الإيرانية بطهران يحتم على يونس تبني هذه المواقف لكنه يتجاوز الإرث الحضاري والثقافي إلى ما هو أبعد جغرافيا إيران والعراق غير قابلة للتزعية وثقافتنا غير قابلة للتفكيك لذا إما أن نقاتل مع أن أو نتحد كل منطقة الشرق الأوسط إيرانية سندافع عن كل شعوب المنطقة لأننا نعتبرهم جزءا من إيران وسنقف بوجه تطرف الإسلامي والتكفير والإلحاد ويبدو أن المسؤول الإيراني يعرف خصوم طهران ولو ضمنا إن منافسين التاريخيين من ورفة الروم الشرقية والوثمانيين مستؤون من دعمنا للعراق ويصل يونسي إلى منتهى الطموح أو الطمع إن شئت اتحاد إيراني لا نقصد من الاتحاد أن نزيل الحدود ولكن كل البلاد المجاورة للهضب الإيرانية يجب أن تقترب من بعضها بعضا لأن أمنهم ومصالحهم مرتبطة ببعضها البعض أقل من 24 ساعة فصلت الموقف من العراق عن الموقف من اليمن وهذه المرة على اللسان وكيل وزارة الخارجية حسين أمير عبداللهيان صنعاء هي العاصمة الرسمية والتاريخية لليمن وهؤلاء الذين في عدن ممن يؤيدون تفكيك البلاد أو الحرب الأهلية سيتحملون عواقب ذلك عبداللهيان يتكلم وكأنه وصي على اليمن وينصح رئيسها كان الأجدى بالرئيس المستقيل البقاء في صنعاء والبقاء على الاستقالة لكي لا يدخل هذا البلد في أزمة